جرائم متعددة ارتكبتها في سوريا ما تسمى قوات التحالف التي تقودها امريكا جرائم ارتكبت وترتكب بدم بارد بحجة محاربة تنظيم داعش احدث هذه الجرائم استهداف سكان المدنيين والمناطق المأهولة في مدينة الرقة باسلحة محرمة دوليا منظمة هيومين رايتس ووتش التي لا تملك الا القلق ابدت مشكورة شيئا منها حيال استخدام هذا التحالف المزعوم الفوسفور الابيض حلال العمليات العسكرية في سوريا والعراق هيومين رايتس ووتش اعتبرت ان استخدام الفوسفور الابيض من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة يثير اسئلة خطيرة حول حماية المدنيين مشددة على ضرورة عدم استخدام هذه الذخيرة المتعددة لاستعمالات كسلاح حارق لمهاجمة اشخاص او معدات في مناطق مأهولة حتى لو كان الهجوم ارضيا ستيف جوس مدير دائرة السلاح في المنظمة شدد ان الضرر الرهيب الناتج عن استخدامات سابقة للفوسفور الابيض في دول اخرى اثار غضبا عاما معتبرا ان الاستخدام الاخير للفوسفور الابيض في الرقة يؤكد الحاجة الملحة للدول الى تعزيز القانون الدولي بشأن منع استخدام الاسلحة الحارقة منظمة هيومين رايتس ووتش طالبت التحالف باحترام حقوق الانسان وضمان حماية المدنيين في مدينة الرقة واجراء تحقيقات في الغارات التي ارتكبتها طائراته واوقعت اعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين يذكر ان طيران التحالف منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الامن ارتكب العديد من المجازر راح ضحيتها مئات السوريين في العديد من المناطق ولا سيما في محافظات دير الزور وحلب والرقة وقد اقر ببعض هذه الجرائم